طيب نبدأ بالأفلام اللي موجودة في السينما دلوقتي احنا عندنا تقريبا كم فيلم و ايه اهمهم ايه اقوى الأفلام الموجودة هو الموسم سنازي فيه حوالي اربع أفلام وهم بمقام أفلام كتير الصراحة يعني طبعا كان فيه أفلام موجودة قبل كده ومكملة ولكن الموسم الاساسي بعتمد على اربع أفلام فيلم بيت الروبي والبعبع وتاج وميستر اكس الأحمد فهم البيت الروبي كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز مستر اكس أحمد فهمي البابا أحمد فهمي هنزاهد البابا وأمير كرارة وياسمين صبري وتاج طبعا تمر حسن خلينا نروح لبيت الروبي شايفه بينتمي لأي نوعية من الأفلام هو كوميدي اعتقد كوميدي صريح يعني بكلام على محمود كريم محمود عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز لكن شايف من وجهة نظرك فكرة طرح الشركة المنتجة لهذا الفيلم قبل العيد بأسبوع تحديدا السبب فيه هل الإيرادات فقط هو يعني المشهد العام كوميدي كله سواء تاج أو حتى البابا وميستر اكس وبيتير روبي بس هالفكرة أن هم كانوا حابين يسبقوا شوية هي خطة انتاجية مش أكتر يعني توزيع الأفلام وأنه هو إزاي يقدر يحصد إرادة أكبر فطرح الفيلم قبل العيد قد مساحة أكبر للجمهور أنه هو تعرف على الفيلم وتابع ريفيوز بتاعته عاملة إزاي فبتالي لما ينزل في الدور العاق يعني لما يحصل يبقى فيه أجازة فالناس تقدر تنزل في العيد تبقى عارفة هي محددة هدفها هتشوف فيلم إيه مش هنجرب هيبقى فيه فيدباك واخدينه من الناس بعضها البعض يعني التدامس فانيرا هذه تقول لقية بحتة يعني ونجحة الحمد لله أن الفيلم حقق حوالي 20 مليون جنيه قبل دخوله موسم العيد فبالتالي الأرضات في الزيادة مستمرة طيب البعبة البعبة المفروض أنه هو خط يعني القصة بدور في يوم واحد وزي ما كنا نتكلم أمير كرارا وياسبين صبري ديه جديد وأمير كرارا بقاله فترة مش متواجد في السينما بتقيم العمل ده الزقي وشايف إيه العوامل فيه المختلفة إن كان بالنسبة لأمير أو ياسبين صبري هو أمير يعني الأول مرة بيقدم الكوميدي في السينما وده حاجة تحساب له يعني أنه عنده استعادات دي خاطر ويجرب ويغامر في دخول مجالات هي مش مجالاته أو ما تعودش عليها ولكن هو برضه عامل توليفة ما بين الكوميدي والأكشن يعني منشوف برضه أمير بيدرب أكيد تفاصل كتير كده في الفيلم خلاص بأباشا مصر تعودنا على كده آه يعني بس حقيقة هو عامل دي وحلو هو وياسمين صبري ياسمين صبري طلع بشخصية تلقائية ومتمدة على تلقائيتها في الكلام وفي التفاجئ بأحداث الفيلم فده هما الاتنين على الشاشة عاملين رواك حلو جدا كمان فإن أنا عام سالوسة رغم أن هي بتظهر يعني مشاهدين أو تلاتة بكتير قوي ولكن هي عامل أضافها جديدة جدا للفيلم هي وجودها الواحدة على الشاشة كده مش جديدة عليها يعني في أفلام كانت بتظهر فيها المشاهدين بكتير جدا ولسه حفظين اللاينز والإفهات بتاعتها كمان صحيح هو كمان أمير تعاون مع أستاذ حسين المنباوي في رمضان فهم فيما بينهم تفاهم كبير جدا على مستوى الإخراج فالموضوع طلع لطيف جدا والفيلم يعني فيلم عائلي ممكن كل الأسرة تتفرج عليه وتتبع أحداثه وهو فيه توستات كتير يعني مشاهزة أحرق الفيلم ولكن فيلم يعني أنصح بمشاهدته طيب شايف إزاي فيلم تاج لأنه ده يمكن مش هو الفيلم الأول في شخصية أو في فكرة السوبر هيرو اللي بيبقى موجود في السينما ويمكن هو دور أعتقد جديد شوية على تامر حسن شايفه إزاي الحقيقة لسا ما سوركتش عليها إنه هو نزل مبارح بس بس واضح جدا من التريلير إنه فيه فكرة مختلفة وإن تامر طبعا تامر ليه جمهور عريض جدا في مصر والوطن العربي وتامر برضو بيتدور دايما على الأفكار المختلفة صحيح هو بتعاون مع دينة الشربيني دايما بيربطها بالكوميديا اللي الناس بتقبلها من تامر حسن هو تامر يعني بطبيعته شخص دمه خفيف هو برج الأسد دايما دمه خفيف وكرازماتيك وتامر بيحقق إراضات كبيرة جدا في الدور العبد في السينما الفكرة فكرة السوبر هيرو هي فكرة يعني ومشتها واسعة فده زكاء أنت بتختار فكرة ومشتها واسعة فتقدر يبقى فيها كوميديا كتير جدا وتقدر تبقى بتروح في أكتر من مكان والموضوع يبقى يعني لطيف ودمه خفيف هو تعاون مع سارة وفيق في الفيلم ومن الوضع من سارة وفيقه من التلير أنه هو في كوميديا لطيفة ودمها خفيف شبابية برضو تامر جمهور من جمهور الأسر أو العائلات فبرضو إن شاء الله يبقى الفيلم نجاح ميستر إكس بقى ميستر إكس أنا تفرقت عليه صراحة هو يعني ميستر إكس وبيت الروبي والبابة تفرقت على التلاتة ميستر إكس فكرة خارج الصندوق زي ما بنقول ويمكن ده اللي عودنا عليه أحمد فاهمي سواء بتعامله مع شيكو هشام أو حتى في الأعمال اللي هو بيشارك فيها لوحده الفكرة لطيفة جداً وبرضو نقدر نقول الفيلم مش عائلي قوي يعني في بعض الإفهات اللي ممكن الأطفال مفهموهاش ولكن إنه هو تصنيفه بلاس 12 بس أعتقد أنه كان محتاجي بقى أكثر من 12 لكن الفيلم طول الوقت فيه مفاجآت كتير جداً فيه أكثر من 20 ضيف شرف برضو مش رأس أحرق الأحداث لأن المخرج أحمد عبد الوهاب يعني مواصينا لكن الحقيقة كل ضيف شرف بمفاجأة جمدة جداً في الفيلم وكل واحد محطوط في مكانه مين أهم ضيوف الشرف طب اللي مابودين عمر يوسف إلهام شهين بس يعني لو قلت خلس مش رغط عليك أكثر ممكن يعني هو أصلا مش رغط عليك بس قول ظهور الأشخاص كضيوف شرف في الفيلم لو قلت الأسماء صراحة أحرق يعني ولكن فيه رياضيين كتير جداً موجودين وحتى كانوا موجودين في العرض الخاص بتاع الفيلم ولكن برضو يعني بنصح جداً في مشاهدة مستر إكس هو واحد من الأهم الأعمال المعروب يعني حتى الآن الأربع أفلام بتنصح بمشاهدتهم ودي حاجة هيلة عمتك لأنهما كمان هما زي ما قلت هما يعني بيخطبوا الأسر بشكل كبير يمكن بس مستر إكس هو اللي محتاج سن أعلى شوية من سن الأطفال ولكن فيه مجموعة كبيرة جداً من الناس ممكن تنبسط بيه قوي يعني وتضحك معهم يعني يعني أعتقد فكرة كمان وجود أفلام كوميدي أو كلها فيها جانب كوميدي دي كمان إحنا كنا مفتقدين الحقيقة الكوميديا اللطيفة للدحك فعلاً كان فيه وقت كده كان فيه كوميديا يعني بالنسبة لها كانت غريبة بالزبط يعني كانت زي ما أحمد بيقول مبتزلة مش هو فترة من فترات الإفهات السوشيال ميديا هي اللي كانت سيدة حتى في الفيلم وحتى أحنا في عمال درامية كتير يعني كان دايماً أغلب السيناريست بيدوروا على الإفهات اللي الشباب بتقولها وغالباً ما كانتش مكتوب وأنا كنت بحس إن هي يعني مفيش سيناريو حتى يعني أغلبها تبقى ارتجالة على الهواين بس برضو فيلم بيتروبي أنا حاب برضو أتكلم عنه بشكل يعني موسع دايو كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز الاثنين حقيقي رائعين جداً وكل أحد لي كاركتر أصلاً كوميديان بطبعه يعني سواء كان كريم عبدالعزيز مجرب بس اسمي زي اسم كريم عبدالعزيز على أي فيلم خلق إحنا عارفين إحنا نتفرج على كوميديا وكوميديا عائلية زي ما بيتقاب هو دايما كريم كان بيتمد على اللايت كوميديا اللي هو الفكرة يعني هو مش كوميديان بالشكل المتعرف عليه ولكن اللايت كوميديا اللي هو بقى في مواقف معينة بإخرج منه كوميديا الموقف يعني حتى في موقف وده طبعاً وموجود كريم محمود عبدالعزيز مساعد بشكل كبير فيه خصوصاً أنه هو أغلب بمشاهدهم الأتنين مع بعضاً صحيح وكريم محمود عبدالعزيز أنا شايف في حالة نطج من مسلمين أو ثلاثة يعني إحنا شايفين شخصية كريم محمود عبدالعزيز فكرتنا بوالده يعرف أنت فيه ثقل كده أصبح عنده كاريزمة وعنده كاركتر خاصة به هو دي حقيقة طبعاً هو يعني دايماً أبناء النجوم بيتظلموا بشكل كبير في سكة المقارنة بينهم وبين الأهل أو سواء الأب أو الأم كريم ومحمود عادل قدروا أن هم يعملوا لاين مختلف لهم طبعاً الجينات بتحكم أو يعني وفتاخد وقت أكيد هتخص أنه فيه طبعاً تفاصيل من الأهل ولكن هو قدر يأخذ له خط مختلف وقدر يتميز فيه بشكل كبير طيب بما أنك كنت حاب تتكلم أكتر عن بيت الروبي بيت الروبي فيه نجوم كتير ولو حد بيقيم الفيلم يقول فيلم عائلي لصيف بس واضح أن الفيلم أبعد من كده كمان شوي دي حقيقة تكلمنا بقى عن فكرة العناصر نفسها في الفيلم المختلفة أولاً أعزي أبرك لهم أنهما إمبرح مجلة فرايتي الأمريكية كتبت عنهم أنهما حققوا واحد من عشر مليون دولار في السعودية وده قطح بفيلم The Flash اللي هو فيلم أبطال خارقين وده في حد ذاته نجاح كبير طبعاً أنا مش بحب أقايم الأعمال بفكرة الإرادات لأنه مش دايماً بتبقى ده معيار صالح للتقييم لأنه بفيه ظروف كتير مختلفة صحيح ليه علاقة بالإرادات صحيح واقتحام خصوصية الأسر والعائلات وإزاي أن أنا بموبايل أقدر أنهي حياة ومسيرة ناس لمجرد خطأ حصل أو لمجرد وجودي في لحظة ما فيها ضعفة بالنسبة للطرف التاني أو قدرت أنا أقتنس لقطة أقدر ألعب عليها وفكرة كمان أنه هو الناس سواء اليوتيوبرز أو غيرهم اللي هم شغلانتهم السوشيال ميديا بيستغلوا مشاكل كتير ممكن تحصل وتعدي مرور الكرام وفيه أحياناً ظلم جامد أو ظلم مبين لأصحاب المشاكل ديت وبيدروا يستخدموهم وبيدوا نفسهم الحق لأنهما يستحلوا صمعتهم وسيرتهم ويفضلوا يتجروا بالمواقف دي يعني الفيلم يباني أنه هو الكوميدي ولكن في مضمونه في قضية مهمة جداً جداً واتقدر اللي إحنا مع زيادة ظهور اليوتيوبر في حاجة اللي إحنا نقشوا الموضوع ده دي حقيقة لأنهما كمان هما بيستغلوا مواد للنشر مش من حقهم أنهما ينشروها وبيدخلوا في تفاصيل نعم وشفتنا حياة ناس كتير قوي تدمرت لمجرد حد ينزل فيديو وياخد عليه لايكس وشيرز ويعني بتبقى سخافة والحقيقة ويعني بتبقى صعبة جداً صحيح لأنها أغلبها تبقى مقططعة من سياقها يعني ممكن تشوف يعني فنان مثلاً ماشي في الشارع في حد بيحاول يتصور معه فهو مش عايز يتصور أو يشعرف إيه أجواء اللي حصلة نفخدنا الخصوصية يا سوزان بالضبط يعني أعتقد لسه كمان زي ما تجوا معناك هي بتقول في بيت أسرة هدد يعني أو انفصلت عن زوجها بسبب أن حد من غير وعي طلع فيديو صور أحد المشاهد أو إحدى المشاهد في أفرح وبوضت الأسرة وتفككت بسبب عدب وعي أنا بعمل دي حقيقة لأنه هو فيه متجرة فضيعة جداً بكل ما هو مسير للجدل يعني وفكرة أنه هو الخاص دخل على العام والعام دخل الخاص ده قضية طبعاً ده بكل تأكيد قضية استحق المناقشة وكمان أنا بشوف أن هي وماشى ممكن تتناقش بعيداً عن الكوميدي يعني هو يمكن كريم وكريم تتناقش فيها بشكل كوميدي عشان يخففه من حدة الموضوع ولكن الموضوع يستاهل أنه يتناقش بشكل كبير وعميق أكتر من كده حتى يوصلوا الأجيال الأصغر فيه تغير كبير جداً في شخصية الإنسان المصري في أنه فيديو مثلاً زي اللي حدك ذكرته أنه يدمر أسرة أو يشوه سمعة بنت لمجرد طقس معين في ظروف معينة في وقت تليه الاجتزاء، فكرة الاجتزاء بالضبط ده مشكلة كبيرة جداً طيب تاج إحنا يعني فكرة وجود فيلم سوبر هيرز بالنسبة لنا إحنا مش يعني لا إحنا بالنسبة لنا شيء جديد يعني ما عندنا لاش النواية دي من الأفلام كتير في نفس الوقت فيه أفلام كتير جداً ممكن تتقارن بأفلام مشابهة أو نفس القصة أو سوبر هيرز اتعاملت كتير جداً فيلم تاج أنا فهمه كويس جداً هو مختلف ومعبول بطريقة لايت ولطيفة وما إلى ذلك بس عايزة أعرف منك شايف فيلم تاج تصنيفه إيه بالنسبة للقصة والله شوفيه إحنا الفترة الأخيرة بقى عندنا طموحات عالية جداً وبقى عندنا إمكانيات عالية جداً فأنا بشوف أنه ليه لأ أننا نختبر نفسنا في صناعة سوبر هيرو أو أننا نختبر نفسنا في تقديم فكرة برا الصندوق حتى لو بتقدم عالمياً بشكل كبير من فترة كبيرة أولاً المقارنة هتبقى صعبة جداً لأن فرق الإمكانيات وفرق ضخمة الانتاج والحاجات دي كلها هتبقى المقارنة صعبة ولكن التامر بيقدر يوصل الأعماله بشكل لايت ولطيف وفي نفس الوقت هو بيغني وبيمثل وأحياناً بيخرج وأحياناً بيكتب فبالتالي هو جامع جمهور من كل الفئات سواء اللي بيحبوه في الغنى أو اللي بيحبوه في التمثيل أو اللي بيحبوه في الاتنين أو حتى اللي مش بيحبوه بس بيحبو يتفرج ويشوفوه وبيقدم إيه فأنا معا أن احنا نفتح الأفاق أكتر وأن احنا نشوف أفكار احنا ما قدم نهاج بشكل كبير ونقدمها لأن ده في الآخر في صالح الصناعة وفي صالح الأفكار يعني من فترة طويلة جداً كنا كل الأعمال أغلبها أفكار نمطية أو منطقية أكتر ولكن انت المخرج أو صنع الفيلم بيتفق معاك على عاد اتفاق قبل ما بتشاهد الفيلم أن الفيلم أحداثه مثلاً مش منطقية فخلاص صيب لنفسك الخيال وانطلقي بقى معايا عيشي معايا الساعتين اللي انت هتخشيهم في السينما اتفرجي على العمل كأن انت جوه العمل بعيداً عن منطقية الأحداث كمان تامر يعني احنا شايفين بقاله أكتر من موسم بينافس على إرادات السينما مش بس المصرية لأ كمان العربية وأصبح لي يعني دور في يعني شباك التذاكر العربي تحديداً شايف برضو وجود تامر حسني في دور السينما خارج مصر ده إضافة لي ازاي؟ هي إضافة كبير طبعاً للصناعة لأن احنا كل ما قدر الفيلم يحقق إرادات كتير كل ما قدر العملية الانتاف تستمر وتكمل فأنا معاً لأعمال تنشر في كل الدول العربية ويمكن احنا يعني حالياً سوق الخليج أو الدول العربية تحديداً السعودية سوق كبير جداً ممفتوح فيه شغف كبير جداً بالأعمال المصرية وزي ما قلنا بيت الروبي محقق أكثر من مليون دولار في السعودية قبل كده تامر حسني كان محقق إرادات كبيرة جداً وضخمة في الخليج وحتى في الدول العربية فبالتالي كل ده في صلاح الصناعة وأنا أتمنى يعني حقيقة احنا كنا بالنادي ده بشكل كبير في كل المهرجانات أن احنا الفيلم مصري لازم يتعارض مش بس في الدول الخليجي بما موجود في تونس في المغرب في الجزائر حتى أعمالهم تبقى موجودة عندنا بتتعارض بشكل كبير لأن احنا ممكن هما بيفهموا لغاتنا بشكل كبير لأنهما متابعين الدراما وسانما مصرية من ثلين طويلة لكن احنا بنلاقي عائق شوية في اللغة نحنا مش بمتفرج كتير على الأعمال مثلا مغربية أو تونسية احنا اللغة كمان يا أستاذ علي درجة أكتر أو اللغة المصرية بفهمه أكتر طبعا كمان بالنسبة لأعمال اللي كانت دايما بتوزع على كل الدول العربية فكان الأعمال المصرية كانت موجودة عادي فبالتالي بتسهل اللهجة المصرية على كل خطنا في كل دول العربية بشكر حضرتك جزيل شكر للقشوتي النقد الفني رئيس قسم الفن باليوم السابع كل سنة وانت طيب نورتنا في صبر كريم مصر